وعدة وأوفى الوعد كان الفريق أول عفتاح السيسي القادة العام وزير الدفاع في ديسمبر 2012 قرر في هذا الوقت تقرير معلومات وصل وزير الدفاع الحقوا كانوا سرقوا المكنات بتاعة الأحوال المدنية من سيناء لما اقتحموا الحدود في 28 يناير 2011 وخدوا للمكان وقعدوا يعملوا آلاف البطاقات تاني بقول آلاف البطاقات والتمهيد كان عشان نشتري أرض الأرض اللي هي النهاردة احنا بننميها هكلمكم على يوم جميل جداً النهاردة جداً بس لازم أقول لكم الحكاية دي جداً لازم تعرفوها موضوع من بادر مش من دلوقتي فالأرض عشان نشتري أرض أو نشتري بيوت بطاقات احنا مواطنين مصريين أو عندنا جنسية مصرية فحق لنا أن احنا ناخد أراضي في سيناء وصلت معلومات لوزير الدفاع فوزير الدفاع عمل اجتماع عاجل اجتماع موضوع تاخد قرار ما فيش حد يشتري ولا ياخد إلا أبوين مصريين وجدود وعشر جد مصري وقطع ثاني بقول قطع مهمة جماعة الإخوان لأنهم اللي كانوا بيحكموا في الوقت ده إنهم هذه الأرض سيناء يدوها لللي كانوا عايزين يدوها له ما فيش حد ياخد حتة أرض ما فيش حد ياخد إلا المصريين لا بيت ولا أرض ولا تملك ولا يتأجر ولا ولا إلا مصريين فقط ما فيش أي جنسية أخرى كانت صدمة لمرسي والشاطر وبديع وجماعة الإخوان عصابة الإخوان كان هذا هو المخطط الذي أحبطه هذا الرجل من 2012 مش 23 بدأ في 2012 وكان ده ده اللي احنا كنا رايحله قال لك لا يمكن عندما تولى في 2014 ربنا يكرمه ويحفظه تاني ما فيش شبر في أرض مصر حد يسيطر عليه نتكلم على حاجات كتير بس أنا بكلمك على حقائق طبع حضرتك عارفها ما فيش شبر في أرض مصر المليون كيلو متر مربع حد يسيطر عليه غير مصر وجشها وقد حدث اليوم 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 الإعلان الإعلان كان من شهر ولكن اليوم بنشوف اللي حصل ما فيش حد احنا مصر ما فيش حد تاني زينا ولن يكون في تمنغال الدفع جدا جدا هنتكلم عنه ولكن الخطة كانت زي ما تقال قبل كده وسيناء هناخد جزء ده ويكون هي المركز الرئيسي بتاع التنظيمات اللي كانوا بيجوا من كل الدنيا ده في وقت من الأوقات في وقت من الأوقات